بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أبرز ثلاثة عشر رؤية في عالم الأحلام تتكلم عن الامتحان أبرز ثلاثة عشر تفسير عن رؤية الامتحان في المنام وكما يقول علماؤنا الأعلام تدل الرؤية على الاختبارات التي يمر بها الحالم في حياته عندما ترى نفسك في قاعة الامتحان فهذا يدل على الاختبارات التي ستمر بها في حياتك إذا كان الامتحان سهل يشير إلى سماع الأخبار السارة وعيش حياة هادئة بينما النجاح في الامتحان يدل على الوصول إلى الأهداف التي تخطط لها أو الحصول على عمل مرموق في مكان جيد جدا علماؤنا الأعلام يقولون إذا رأى الشخص في منامه أنه قد نجح في الامتحان دل ذلك على تخطي هذا الشخص مجموعة من الصعاب التي يتعرض لها في حياته فعليه أن يشكر الله أما إذا رأى الشخص في منامه أنه لا يستطيع الإجابة على الأسئلة الامتحانية في عالم الرؤية دل ذلك على أن هذا الشخص سوف يتعرض لشيء مكروه فعليه بإعطاء الصدقة أما إذا رأى الشخص في منامه أنه ينتظر الامتحان دل ذلك على أن هذا الشخص ينتظر أمر أو أمرا هاما جدا في حياته فعليه بالإكثار من الدعاء للحصول عليه أما إذا هذا الشخص كان محتارا في الامتحان ولا يستطيع أن يجيب عليه فهذا يدل بأنه من أصحاب القرارات الغير واضحة في حياته لا يستطيع أن يحسم أموره في حياته فعليه أن يكون أكثر حزما في أموره واتخاذ قراراته المصيرية أما إذا رأى الشخص أنه قد فشل ورسب في الامتحان دل ذلك على أنه سوف يتعرض لمحنة كبيرة جدا ولكنه لن يستطيع الخروج منها إلا بإعطاء الصدقة وكذلك الإكثار من الدعاء إذا رأى الشخص أنه في امتحان وقد كان توراق الإجابة الامتحانية بيضاء دل ذلك على أن هذا الشخص سوف يواجه مجموعة كبيرة من المشاكل وتنتظره أيام صعبة فعليه بإعطاء الصدقة أما إذا كان توراق الإجابة الامتحانية سوداء دل ذلك على أن هذا الشخص سيواجه مجموعة من المتاعب والآلام الشديدة فأيضا عليه إعطاء الصدقة أما إذا رأى الشخص أنه يقوم بالإجابة على الامتحان بقلم أحمر جاف دل ذلك على أن صاحب الرؤية سوف يقع في تصرفات خاطئة ويتكلم بكلمات خاطئة توقعه في مشاكل مع الآخرين أو أنه سوف يتم تأجيل بعض مشاريعه التي يتمنى أن تتحقق لذلك عليه في هذه الفترة أن يتأكد من كلامه أن يتأنى بتصرفاته خشة أن يقع في مشكلات مع الآخرين وكذلك إعطاء الصدقة والإكثار من الدعاء أما إذا كان يرى أن المعلم يقف بجانبه أثناء الامتحان فهو يدل على أن مجموعة من الناس يقومون بمراقبته تصرفاته، كلامه، رزقه، حياته وسوف يمر بشدة فعليه أيضا أن يدفع الصدقة ويقرأ المعوذات لكي تبعد عنه العيون أما الفتاة الغير متزوجة إذا رأت نفسها في عالم الرؤية في قاعة الامتحان فإذا رأت في منامها إنها بداخل لجنة لجنة امتحانية دل ذلك على اقتراب زواجها أما إذا رأت إنها ترسف في هذا الامتحان دل ذلك على انتهاء خطبتها أو انتهاء زواجها ولكن سوف ينتهي هذا الزواج بالفشل أو أنه تتداركه بالصدقات والدعاء والتأني وإلى غير ذلك على كل الأحوال عليها أعطاء الصدقة أما إذا رأت الامتحان من هي كانت حامل إذا رأت السيدة الحامل في منامها أنها في امتحان دل ذلك على أنها سوف تلد عن قريب أما إذا رأت أن الامتحان صعب المرأة الحامل رأت نفسها في امتحان صعب في قاعة امتحانية دل ذلك على أنها ستواجه مجموعة من المشاكل خلال ولادتها فعليها بإعطاء الصدقة أما إذا استطاعت المرأة الحامل أن تمر من هذا الامتحان في عالم الرؤية يدل على أنها ستكون بخير هي وطفلها أما إذا رأت المرأة الحامل أنها فشلت في تخطي الامتحان دل ذلك على تعرضها لمتاعب شديدة جدا فعليها أن تعطي الصدقة هذه أبرز تفاسير الأحلام حول قضيتي أنك ترى نفسك في قاعة الامتحان وفي خدمتكم إن شاء الله برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام